لا تتبعها البنوك الاستثمارية والمصارف المركزية فحسب وإنما عشرات وربما مئات ملايين من يقتن على ظهر هذه البسيطة ذلك أن الذهب هو المستودع الذي يثقون فيه لذرء تآكل مدخراتهم عقب تهاوي قيمة عمولات بلدانهم أمام الدولار وبعد أن تفشى التضخم في سائر مناحي الحياتهم الذهب تحرك هذا العام ضمن نطاق واسع قدر 400 دولار ليقفز في مارس فوق الألفي دولار بفعل المخاوف النجمة عن بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ثم أخذ يخط طريقه نحو التراجع بفعل قوة العملة الأمريكية المدعومة بسياسة نقدية متشددة تنتهجها واشنطن المعدن الأصفر الرابط حاليا فوق 1800 دولار للأنصة تميل توقعات إلى جنوحه إلى الهبوط خلال العام المقبل ما لم تطرأ تحولات جيوسياسية أو وبائية تتسبب في تغيير مساره خمسة من أصل سبعة بنوك ومؤسسات مالية تتوقع هبوطة بينما إثنتان ترجحان صعودة فبنك سوسيتي جنرال الفرنسي يراه عند معدل 1550 دولار أما وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني فتعتقد بأن معدله سيكون حول 1600 لكن بنكا ABN أمرو الهولندي وكومرتز بنك الألماني يميلان إلى زيادة ثمن الذهب بواقع 7% وبعيدا عن التوقعات فإن بيوت الخبرة توصي بمتابعته بعض التطورات التي من شأنها تحديد مصاري أسعار المعدن النفيس الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مآلة الحرب الروسية في أوكرانيا قوة الدولار معدلات التضخم والنمو لكن في كل الأحوال فإن الاحتفاظ بقدر من الملاد الآمن لن يضر مشتريه لأنه إن لم ينفحه فلن يتسبب بالإنسان